وتتوالى المشاكل بهروب سيف الدين الجزيري من نادي الزمالك. يعني انا النهاردة جيت عرفت ان سيف الدين الجزيري خدت جنسية بتاعت بلد اسمها الدومينيكان. دولة اسمها الدومينيكان. وجيه بعدها عرفنا ان سيف الدين الجزيري قدم شكوى للفيفا ان هو ما اخدش مستحق اه بقاله ستة شهور. وان المفروض العقد بتاعه هيخلص معناه ان الزمالك كمان اربعة ايام اللي هو يوم السبت الجاي. وتقريبا احسن تسعة في مصر. احسن تسعة في مصر سيف الدين الجزيري مش موجود مع نادي الزمالك. من الموسم الجديد. يعني تخيل كده معي. اشرف ان شاء بيخ. احمد سيد زيزو مش عايز يجدد لنادي الزمالك. سيف الدين الجزيري بخ. تخيل بقى زمالك هيدخل السوبر الافريكي وقدام النادي الاهلي ازاي? يعني لك انت تتخيل مباراة السوبر الافريكي النادي الاهلي عمال يحشي الفريق بنجوم ومش اي نجوم. يعني يحيي عطية الله عندك يوسف ايمن المدافع. عندك اه اشرف داري. عندك التفكير كله جاي دلوقتي على يحيي عطية الله. عندك فيه كم صفقة محلية النادي الاهلي بيفكر ان هو عايز يجيبها. وعندك الجنب التاني سيف الدين عندك الجنب التاني في نادي الزمالك سيف الدين الجزيرة ماشي. احمد سيد زيزو عايز يمشي. اشرف بن شارقي اللي هو المفروض اللي بقى لنا اسبوعين بنسمع ان اشرف بن شارقي خلاص هيمدي لنادي الزمالك من جمهور نادي الزمالك. هو كمان في قطر. اتاري موضوع النادي الزمالك ده ما هو الا سلمة. عشان خاطر يجي العروض من عندية خليجية. طبعا الجماهير كلها جماهير النادي الاهلي نزلة سف في موضوع سيف الديني الجزيرة. لان اكتر جمهور قاعد يشيد بالسيف الديني الجزيرة مع العلم ان هو ما عملش حاجة اصلا طول الموسم غير ان هو جاب جنين. بس في النادي الاهلي. وفي مباراة كان تقريبا مارس الكولر كان مستهتر بالزمالك. لانك انت لو بيت بصيت من ساعة مارس الكولر جيم يسكي النادي الاهلي لعب الزمالك ست مرات. كسبه خمس مرات. وخسر ماطش واحد قدام نادي الزمالك. وجمهور نادي الزمالك بسوي من المباراة للي خسرها. بسويoln المباراة اللي يكسبها على النادي الاهلي. ونزل سف على جمهور النادي الاهلي لدرجة انه لما انسحبوا مش مقصفين ان هما انسحبوا من دماء الاهلي لا ده لسه كانوا بيحتفلوا برضو بالمكسب اللي كسبوه للنادي المكسب اللي كسبوه على النادي الاهلي بتلت مؤط ده غير ان هما رياحوا الاهلي خلى الاهلي ياكل بعد كده الاخضر واليابس يعني يا نادي اهلي خد اجازة اسبوع بسبب الموسم الملحمي كان الاخضر واليابس من اي فريق حتى برامز خدوا لمين وشمال فبالتالي جمهور النادي الاهلي مش هيسمي. مش هيسمي على موضوع سيف الدين الجزيرة. يعني تقدر تقول جمهور النادي للاهلي بيقول لك خد سيف. كمان سيف. طبعت لي احسن تسعة في مصر. يعني متخيل جمهور النادي للاهلي بيسف على سيف الدين الجزيرة. مع العلم ان دي حاجة اصلا مش المفهود انك انت هتسف عليها. لان في الاول وفي الاخر سيف الدين الجزيرة موجود مش موجود. انت واخد الزمالك لمن مش مال. اواخد الزمالك تقريبا ورا ما صنع الكراسي. لو احنا هنتكلم ككورة. يعني انا بتكلم دي وقت ككورة. انما هم عشان خاطر مباراة بتلات نقط كسبوهم نسيوا المباراة بتاعة كاس مصر. ما علينا. ده مش موضوعنا. عموما دلوقتي عندك سيف الدين الجزيرة خلاص باي باي. وجاي يقول ان انا رحت للسفارة. للسفارة عشان خاطر اشوف التأشيرة بتاعتي جات ولا مجاتش تلات مرات ولا اربع مرات وملقتش اي يعني تقريبا نادي الزمالك او مجلس قدارة نادي الزمالك نسي تسيف الدين الجزيرة اصلا. من كتر المشاكل بتاعة نادي الزمالك من كتر المشاكل. هم مش فايقين. في لاعب قاعد نستني التأشيرة بتاعت وتجيله وهما نسيوه. انت شفت المرحل انت واخد بالك من المرحلة اللي فيها مجلس قدارة نادي الزمالك من ساعة المنسكو لحد دلوقتي بسم الله ما شاء الله. كمية مشاكل ما فيش اي حد هيعرف ان هو يعرف يعديها بسهولة. او مش هيعرف يعديها اصلا. انا شايف ان مجلس الادارة الموجود دلوقتي هو اصلا مش ليه في الادارة? مش عارف يمشي ادارة نادي الزمالك. في اي الرياضة اساسا? فلك انت تخيل ان الجمهور بعد كده هيطالب برحيل مجلس الادارة الموجود دلوقتي. يعني تقدر تقول هيقولوا دلوقتي مع العلم ان سبب المشاكل دي كلها احنا كلنا عارفين مين. هو بقى اللي احنا عارفين مين هيطلبه ان هو يرجع تاني. هو من ناحية تاني بسم الله ما شاء الله عمال بيدعم في نادي الزمالك. يا درجة ان هو بيدعم دلوقتي احمد فتوح. فالله يكون فعون ازا ما كوية فعلا. مش بقول كده كلام اللي هو مجازا او كلام اسفاف. لو الله العظيم ابدا. انا بتكلم في نقطة معينة. انت دلوقتي بتكلم في فريق محطم في نادي محطم. نادي متضمر. متضمر من كل حتة. لو هتيجي تبص لها واحدة واحدة. عندك سيفي ديني جزيرة خلاص بقى ما بقاش موجود. عندك احمد سي زيزو مش عايزي جدد. عندك اشرفين شارقي خلاص بخ. عندك احمد فتوح هو ربنا يفكه من اللي هو فيه. اللهم امين يا رب. عندك الزمالك ذات نفسه موقف من الكريت بسبب الغرامات اللي عليه. وبرهيم انا ضاي ما قدم شكوى في الفيفا. وعندك سامسون كمان ما قدم شكوى في الفيفا. بتكلم في فريق كامل يتقال له باي باي. فعلا يتقال له باي باي. وبالذات والاخصة موضوع احمد سيد زيزو. القلب الدنيا بتاع الجمهور ده زمالك دلوقتي بقى عنده لام وبلاء. اللي هو ايه عارف انت? اللي يكون فعون. انا مش اقول اكتر من كده. انا بقى نتكلم على تصريح لرئيس نادي البنك الاهلي المهندس اشرف مصار. اللي طالع يقول لك اسامة فيصل ليس للبيع. اللي مش عارف يعني يعني مجلس الادورة بتاعت النادي الاهلي فقررت ان هي فعلا تجيب اسامة فيصل? ولا لأ. لانك انت لو جينا بصينا من نص كوباية الفوضي او المليان زي ما انتم مبتلوها. هنيجي نتكلم هنقول ان تصريح زي ده ما يطلعش من رئيس نادي. المفروض المفروض انك انت جاي باحمد ياس الريان عشان يلعب على اسامة فيصل. دي حاجة تاني حاجة مجلس ادارة النادي الاهلي هل فعلا فكرت في اسامة فيصل? ولا لأ. لانك انت لو جيت بصيت على جماهير النادي الاهلي بعد موضوع الخبر بتاع ان النادي الاهلي عايز تتعوكد مع اسامة فيصل. وما فيش حد في السوشيال ميديا ما انتقدش اختيار مجلس ادارة النادي الاهلي لو اسامة فيصل. فالتصريح زي ده ما يطلعش من رئيس نادي المفروض ان هو شايف ان هو محتاج سيولة عشان خاطر داخل ان هو عايز اشتري صفاقات لفريق البنك الاهلي. ومش محتاج سيولة. فاكيد يعني لما يجيلوا ان النادي الاهلي عايز اشتري اسامة فيصل مش هيرفض. دي حاجة انا بقولها وانا وصلت منها. فان هو يطلع بتصريح زي ده ازا انت دلوقتي بتحيي لاعب المفروض ان جمهور النادي الاهلي كانت آآ هتدمره. فانما تقول كلمة زي كده ازا اسامة فيصل ميكمل مع البنك الاهلي. فاذا النادي البنك الاهلي محتاجه. فاذا ان آآ ما تحاولوش تتكلموا كتير عشان خاطر انا محتاج اللاعب ده. محمد مجد افشا بيفوز انه احسن صانع العاب في الدوري المصري ده بتصويت الجمهور في رابطة الاندية المصرية. محمد مجد افشا اللي فعلا يحسسك ان الكرة سهلة. محمد مجد افشا اللي تقريب هو اصلا من كتر ما هو بارب والديه ربنا مسهلها عام. محمد مجد افشا اللي دايما يفكلك اي عقدة موجودة في اي مباراة قدام النادي الاهلي. محمد مجد افشا كان هو صاحب مكسب النادي الاهلي قدام النادي بيرامدز. تخيل انت النادي الاهلي كان كسبان وبعد كده اتعادل وبعد كده النادي الاهلي كان خسران اتنين واحد وهب النادي الاهلي اتعادل اتنين اتنين نزل محمد مجد افشا اول لمسة ليه كان جايب لك المكسب. كان جايب لك التلات نقط على طبق من ده. محمد مجد افشا اللي مفيش مباراة او مفيش مرة قاعد فيها دكة الا لما كان بيشتغل على نفسه. بيشتغل على نفسه بزيادة. زي ما تقول مثلا خد بنصايح ابو تريكا واشتغل بيها على نفسه. يقول لك ان كانت اللعبة كلها بتمشي كان هو اللي بيفضل في الملعب عشان يكمل تدريبات مع نفسه. يعني فوق التمرين اللي كان بياخده ممارس الكولر كان بيشتغل على نفسه فوق التمرين بتمرينة. فالكل مجتهد النصيب. رسميا اشرف داري لعبا بالنادي الاهلي وخلاص كل الاتفاقات وكل حاجة خلصت مع النادي الاهلي مع اشرف داري. وكل البنود اللي كانت عطلونا خلصونا. خلصت خلاص. بقى لعبا دلوقتي بتشيرت النادي الاهلي. يعني بكرة بعده هتشوف الاعلان الرسمي لصفقة اشرف داري. اللي تقريبا هيعود كتير عن غياب محمد عبد المنعم. او محمد عبد المنعم اللي راحت بقى في الدورة الفرنسي احنا رحنا هشترينا اشرف داري من الدورة الفرنسي بره. انت هتاخدوا من هنا لعب احنا هناخدوا منكم لعب. اه اشرف داري اللي والده اكتر واحد كان سالك في صفقة ابنه. كل ما يجي له مكالمة كان يقول لك على تفاصيل الاتفاق ما بين الاهلي وما بين النادي اللي بيلعب ليه اشرف داري. ابو اشرف داري اللي تلع قال لك انا اهلاوي انا بشجع نادي الاهلي او انا ودادي وكل حاجة بس في نفس الوقت العرض بتاع النادي الاهلي انا نفس الابني يتنقل للنادي الاهلي. يروح للنادي الاهلي. احنا بنتكلم في واحد هو ليسهلك الدنيا كلها في صفقة ابنه. بين كل حاجة راجل ابيض من جوه. ملعبش على مشاعر جمهور النادي الاهلي زي ما فيه ناس كتيرة بتعمل. زي ما فيه وقرة يحسسوك ان الموضوع صعب. النادي كان لما بيجيله اي مكالمة من اي اعلامي مصري كان يعرف الدنيا كلها. يعني الصفقة وصل للا حد فين. بجد والله يعني انا واحد من الناس اه موضوع اشرف داري انا شايف ان هو سهل. عن اي صفقة تانية النادي الاهلي دخل فيها. حاسنا ان هي ثالثة كده. الصفقة سالثة كده مع النادي الاهلي. او مع مجلس ادارية النادي الاهل. غير اي صفقة النادي الاهلية دخل فيها. من اول زيني دين بالعيد لحد محمد علي بن رمضان. اللي ما تفهملوش. محمد علي بن رمضان بالليل الصفقة بتبقى نجحة الصبح الصفقة بتبقى فشلة. بقالنا تقريبا دخلين على عشرة ايام في نفس المنوال بتاع محمد علي بن رمضان. عشرة ايام. من يمو جمع اللي فاتي تلاقل قبلها. وما تفهمش الموضوع محمد علي بن رمضان هيوصل لحد فين. كلام بيتقال ان هو جاي وكلام بيتقال ان هو مش جاي. لدرجة ان انا ازهقت من ان هو اتخنقت من الصفقة دي اساسا. تخيل انت لما واحد من جمهور النادي الاقلي يقول لك ان انا نفسي الصفقة دي تفشل عشان خاطر نرايح دماغنا من الموضوع ده. بس اخر حاجة انا عرفتها من ناحية محمد علي بن رمضان. طبعا انا كنت طالع امبرع في فيديو قلت ان المواقف صفقة محمد علي بن رمضان هو وجود برستاو. وان برستاو مش عايز يطلع من النادي الاهلي لما ياخد كل مستحقاته من النادي الاهلي. الكلام اللي اتقالي النهاردة ان نادي الخلود السعودي عايز يتعاقد مع برستاو مقابل مليون ونص دولار. ايه اللي هيحصل بقى بعد كده? ما احناش عارفين. يعني كان دافع سوعمائة وخمسين الف دولار عشان خاطر ياخد برستاو. نادي الخلود السعودي دخل في الصفقة وعايز تشيره من نادي الاهلي بمليون ونص دولار. هو شايف ان آآ برستاو هو دي القطعة اللي هتنفعه كجناح مع نادي الخلود السعودي. وطبعا كلنا عارفين انها الاندية في السعودية بتدفع مع البلاق كويس. واللي كان ما خلي برستاو مع النادي الاهلي ان النادي الاهلي بيدفع مع البلاق كويس. مش هيشوفه مع اي نادي تاني. فبالتالي هنشوف بقى برستاو تفكيره هيوصل لحد فين. هل هيعصلك ولا? بس لو عصلك انا هشوف ان المرس الكولر هيقعده دكة هيجمده عالدك. دي نهية الكلام من ناحية برستاو. اشتركوا في القناة